بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء الكرام مع هذه الأحجية الجديدة من هذه الشركة هذه الأحجية تتكون من أربعة ألوان الأخضر والأزرق الأصفر والأحمر في الخلف هنا أتت معها هذه السلسال لكي أضع فيها المفاتيح فتكون الأحجية كميدالية ممتعة هكذا الآن أريد أرفعها لكي لا تقلقني أثناء الحل هذه الأحجية صعبة للغاية فإذا تريد تفر هكذا الآن لكت مسكت فحركتها وتقسيمها ليس مثل مكعب روبك الثنائي لا هذا مختلف للغاية لو تلاحظ هنا قوس كبير مقابل هو قوس آخر كبير وهنا صغير صغير كذلك في جميع الدوائر الأربع قوسين كبار قوسين صغير نبدأ إذا نبغى نحل هذا اللغز بتعديل الأقواس الكبار أولاً راح أخلط هذا اللغز الجميل حتى نأتي إلى محاولة حله لكن قبل خلطه يجب حفظ أماكن الألوان وترتيبها الأخضر ثم الأزرق ثم الأصفر ثم الأحمر تمام؟ يا سلام هذا هو شكله من بعد ما قمت بخلطه لتعديله يا أصدقائي أبدأ بالقطع الطوال مثلاً هنا الأخضر إذا كان هنا أخضر المقابل له أخضر طويل أين هو؟ هذا هو راح أنزله هكذا بهذا الشكل أتى أخضر أخضر بغض النظر عن القطع الصغار أخضر يتلوه أزرق هذه قطع زرقاء هنا المفترض قطع زرقاء هذه هي طيب أتت لكن في الأعلى الآن ركز يا صديقي أخضرين تمام هنا أزرق هنا أصفر هنا أزرق هذه القطعة تبقى لها قلب وأحمرين أتت فقط قطعة واحدة تبقى لها قلب كيف أقلب هذه القطعة؟ أضعها هنا الآن هي هنا على اليمين أضعها على الشمال هذه القطعة أضعها على الشمال كيف؟ أثر هي الآن هنا أثر أتت هنا تمام؟ أريد قلب هذه حتى الأزرق يأتي عندي الأزرق والأصفر عند الأصفر لاحظ هنا هذا المركز هنا قطعة 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 أنظر إلى هذه عندي هذا أبدأ به يمين يمين اتجاهي شمال اتجاهي يمين عكس اتجاهي شمال عكس اتجاهي الآن عندي المركز عندي هذه النقطة هذه النقطة أبدأ هنا هذا أبدأ ليس يمين بل شمال شمال اتجاهي يمين اتجاهي شمال عكس اتجاه يمين عكس اتجاه انتهى الامر لاحظ انقلبت القطعة الان اتينا بالاخضر والازرق الاصفر والاحمر هذا قانون لو بقيت قطعة واحدة فقط يبقى لها قلب طيب لو هناك قطعتين رح اجهز الحالة هذه الحالة هنا الازرق صحيح لكن الاصفر غير صحيح هذه القطعة تريد قلب الاصفر عند الاصفر عندي قطعة تريد قلب وكذلك هذه الاخضر عند الاخضر هذه القطعة ايضا تريد قلب فعندي قطعتين اضعهما يمين هذه القطعة وهذه القطعة يمين ثم اتبع القانون التالي واعمله ثلاث مرات القانون يمين مع المركز اتجاهي يمين دون المركز اتجاهي هذه مرة الآن الثانية يمين مع المركز اتجاهي يمين دون المركز اتجاهي هذه الثانية الآن الثالثة يمين مع المركز اتجاهي يمين دون المركز اتجاهي لاحظ أخضرين أحمرين أصفرين أزرقين الآن ننتقل إلى المرحلة التي بعدها وهي تعديل الدوائر دون الاهتمام إلى اللون لاحظ هذا صحيح دون النظر إلى اللون مثل هذه الدائرة عندي هنا هذه القطعة في الأعلى مثلا هذه القانون الذي عندي راح يبدل هذه القطعة مع هذه القطعة القطعة أمام مع الخلف وفي نفس الوقت يبدل القطعة تحت مع شمال خلف إذن أمام مع يمين خلف وفي نفس الوقت تحت مع شمال خلف أنا أريد أعمل دائرة كاملة هذه القطعة تأتي هنا لكن يجب أن يكون رأس المثلث متجه هكذا في البداية أثر أجعله متجه هكذا إذن تهيت من القانون أرجع إذن أثر هذه القطعة أمام مع الخلف تبادل فتأتي الأخضر هذه هنا صحيحة القانون أعمله ثلاث مرات وهو يمين اتجاهي شمال عكس اتجاهي يمين عكس اتجاهي شمال اتجاهي هذه مرة الآن الثانية يمين اتجاهي شمال عكس اتجاهي يمين عكس اتجاهي شمال اتجاهي هذه الثانية الآن الثالثة يمين اتجاهي شمال عكس التجاه يمين عكس التجاه شمال التجاه انتهى القطع الخضراء اتت هنا الان ارجع هذا هكذا الازرق مع الازرق فعلنا دائرة نأتي الان الى هذه هنا عدل افر هنا عدل بقيت اخر قطعتين هذه وهذه هذه الدائرة عدلة عدلة بقيت هذه وهذه يا صديقي هناك حالة تأتي انه فقط بقيت قطعة واحدة غير عدلة هذه هي عبارة عن قطعة واحدة غير عدلة انت تراها قطعتين لكن اذا كان هذا المثلث ملاصق لهذا المثلث فهي عبارة عن قطعة واحدة لانك لو تجتهد في تعديلها رح تنتج في النهاية لك قطعة واحدة غير عدلة تمام اذا بقيت قطعة واحدة غير عدلة انظر هل هذا الرأس يشير يمين ام الرأس يشير شمال لاحظ هذا شمال اذا كان يمين اتبع القانون التالي لماذا؟ لكي اكسر هذه الحالة تمام راح يتدمر قدر كبير من عملنا القانون هذا يمين شمال عكس اتجاهي ثم اعلى عكس عقارب الساعة ثم يمين اتجاهي ثم تحت عكس عقارب الساعة ثم يمين عكس اتجاهي انتهى الآن كسرت الحالة شاذة نتج عن كسر هذه الحالة هنا يبقى له تبادل الاصفر عند الاصفر اضع هذه القطعة هنا عندي هذه النقطة يمين اتجاهي شمال اتجاهي يمين عكس اتجاهي شمال عكس اتجاهي الآن هذا المركز اأتي لهذه النقطة ابدأ شمال شمال اتجاهي يمين اتجاهي شمال عكس اتجاهي يمين عكس اتجاهي انتهى قلبت القطعة نكمل عندي هذه هذه عدلة اثر هذه عدلة عندي ماذا القطعة هذه ابقى عدلها مع هذه هذه لازم اثرها في البداية هكذا راح ابدل هذه مع هذه القانون اعمله ثلاث مرات يمين اتجاهي شمال عكس اتجاهي يمين اتجاهي شمال يمين عكس اتجاهي شمال اتجاهي هذه مرة الآن الثانية يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي يمين اتجاهي هذه مرتين الآن الثالثة يمين اتجاهي شمال ويمين عكس التجاه يمين التجاه لاحظ تبادلت القطعتين الآن أرجع هذا استوى الدائرة عندي هنا هذه وهذه غير عدلة رح أأتي بهذه هنا في البداية إذا انتهيت من القانون أرجعها هذه غير عدلة الأحمر مع الأزرق أطبق القانون ثلاث مرات يمين التجاه شمال ويمين عكس التجاه شمال التجاه هذه مرة الآن الثانية يمين التجاه شمال ويمين عكس التجاه شمال التجاه هذه الثانية الآن الثالثة يمين التجاه شمال ويمين عكس اتجاه شمال اتجاه تبادلت الآن أرجع هذا بقيت آخر قطعة لا يمكن تعديل آخر قطعة إلا أني أكسر الحالة أخذنا قانون لو كان هذا يشير إلى اليمين لكن هذه القطعة الآن تشير إلى الشمال القانون رح أكسر هذه الحالة يمين مع المركز اتجاه تحت مع عقارب الساعة يمين مع المركز عكس اتجاه فوق مع عقارب الساعة شمال دون المركز اتجاه انتهى لكن نتجى عن كسر الحالة الصعبة تبادل القطعة هذه رح أعدلها أضع هذه هنا هكذا عندي هذه النقطة أبدأ يمين يمين اتجاهي شمال اتجاهي يمين وشمال عكس اتجاهي الآن عندي هذا المركز أأتي لهذه النقطة أبدأ شمال وليس يمين شمال اتجاهي يمين اتجاهي شمال عكس اتجاهي يمين عكس اتجاهي استعدل الآن عندي ماذا هنا أريد تبادل هذه مع هذا هذا لازم يكون هكذا هكذا تبادل الأخضر مع الأحمر أطبق القانون ثلاث مرات يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي شمال اتجاهي هذه مرة الآن الثانية يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي يمين اتجاهي هذه الثانية الآن الثالثة يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي ثم شمال اتجاهي الآن تبادلت القطعتين أرجع اللي فريته أتت عندي هذه وهذه فقط قطعتين هذه القطعة أأتي بها هنا إذا انتهيت من القانون أرجعها تبادل هذه مع هذه أعمل القانون ثلاث مرات يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي شمال اتجاهي هذه مرة الآن الثانية يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي يمين شمال اتجاهي هذه الثانية الآن الثالثة يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي شمال اتجاهي الآن أرجع هذا يا سلام وبهذه الطريقة فعلنا الدوائر الأربع بالشكل الصحيح في قانون لم يأتيني راح أتطرق إليه هذا القانون إذا كان هذا وجه أمام القانون يقوم بتبديل القطعة في الأعلى مع الأسفل وبالشكل الصحيح ويقوم بتبديل القطعتين اللتان في الخلف هذه مع هذه وبالشكل الغير صحيح إذا كان هذه غير صحيح تتبدل فتكون صحيح في الخلف وهذا القانون أعمله ثلاث مرات يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه هذه مرة الآن الثانية يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه هذه الثانية الآن الثالثة يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه تبدلت القطعتين وهنا تبدلت واستعدلت القطعتين هنا ننتقل الآن إلى المرحلة التي بعدها وهي تعديل ألوان الدوائر عندي هنا الأصفر وهنا الأصفر رح أبدل في البداية هذا مع هذا وكذلك رح يستبدل هذا مع هذا تمام القانون أعمله ثلاث مرات يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي شمال اتجاهي هذه مرة الآن الثانية يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي شمال اتجاهي هذه الثانية الآن الثالثة يمين اتجاهي شمال ويمين عكس اتجاهي تبدلت القطعة هذه مع هذا والقطعة هذه مع هذا الآن أريد استبدال هذه مع هذا وهذه مع هذا أعمل القانون خمس مرات القانون يمين وشمال اتجاه أعيد ثاني مرة يمين وشمال اتجاه الآن يمين وشمال عكس اتجاه أعيد ثاني مرة يمين وشمال عكس اتجاه هذه مرة الآن الثانية يمين وشمال اتجاه يمين وشمال اتجاه يمين وشمال اتجاه يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه هذه الثالثة الآن الرابعة يمين وشمال اتجاه يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه هذه الرابعة الآن الخامسة والأخيرة يمين وشمال اتجاه يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه الآن عندي قطعتين غير عدلات اضعهما خلفي ابادل هذا مع هذا وراح يتبادل هذا مع هذا فتتصلح القطعتين القانون اعمله ثلاث مرات يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه هذه مرة الآن الثانية يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه هذه الثانية الآن الثالثة يمين وشمال اتجاه يمين وشمال عكس اتجاه تبدلت القطعتين وهنا تبدلت فاستعدلت الآن اطبق القانون ابدل هذه مع هذه فتستعدل الامام مع اليمين الخلف وتحت مع شمال الخلف القانون اعمله ثلاث مرات يمين اتجاه شمال ويمين عكس اتجاه شمال اتجاه هذه مرة الآن الثانية يمين اتجاه شمال ويمين عكس اتجاه شمال اتجاه هذه الثانية الآن الثالثة يمين اتجاه شمال ويمين عكس اتجاه شمال اتجاه يا سلام وبهذه الطريقة تم حل هذا اللغز الصعب الممتع طبعا حل حصري وضعت له هذه القوانين الصعبة لحل هذا اللغز شكرا لكم اصدقاء الكرام على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة